بعد أن داق بهم الحال ذرعا خرج أهالي منطقة كرزة في دور جنوب الخليل للاحتجاج على المصانع التي أقيمت على أراضي البلدة والتي اقتطعت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والسكنية وتسببت بتلوث بيئي كبير للمنطقة مصنع بلاستيكا روائح لا رح تطلع منه وموضوع القلفني بالتحديد له مضار كثير جدا صلت الصحة وفدت وفد من ثلاث أشخاص توجهوا للمصنع حان موجدوش عنده أي نوع من الترخيص فالموقع تاع المصنع اللي هو على يمين على شمال الشارع ممنوع إنشاء أي منشأة أو مصنع بهذا الخصوص لأنها منطقة ذات جودة عالية يمنع إنشاء فيها أي مصانع أو أي أشياء زي موقع هذه المصانع القريب من منازل المواطنين يشكل خطرا على حياتهم من ناحية التلوث ومخلفات هذه المصانع التي تسبب العديد من الأمراض خاصة وأن بعضها يصدر إشعاعات خطيرة وغبار بعضها يحتوي على عناصر تدر بحياة الإنسان منطقة زراعية من درجة أولى في الصباح الدخان المصنع والغبار المنبعت منه والغبار بطيح مع بخار الماء كام طار حمضية على المزرعات مما يؤدي إلى تأخر في التمثيل الضوئي لهذه النباتات وهذه النباتات تصير صفرة وآخرها بتموت وبأثر على إنتاجها إجراءاتنا من لما استقبلنا الشكوى مباشرة قمنا بعطائه إختار فوري للوقف عن العمل تحت طائلة المسئولية القانونية وقمنا بتحويل ملفه للحكم المحلي من أجل إصدار الإختار التنفيذي بحق هذا المصنع والتزام بعدم تزويده بالخدمات مثل المياه والكهرباء وغيره واتخاذ المقتضى القانوني بحقه وحسب البيانات المعطى فإن هذه المنطقة تصنف منطقة زراعية بالدرجة الأولى ولا يحق لأحد إنشاء مصنع فيها إلا بموافقة من سلطة البيئة ووزارة الصحة التي تؤكدان عدم قانونية هذه المصانع وعدم حصولها على الترخيص اللازمة في إشارة إلى حق المواطنين في الاعتراض عليها والمطالبة بإزالتها من المنطقة ناقص خطر يدقه المواطنون هنا للمطالبة بإنقاذ حياة أبنائهم من هذه المصانع الضارة التي لا تستند إلى أي أسس قانونية من بلدة كرزة جنوب الخليل محمود فراش تلفزيون فلسطين تلفزيون فلسطين تلفزيون فلسطين تلفزيون فلسطين شكرا